بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الحادي عشر في حلقة جديدة من حلقات مادة الأحياء تعرفنا في الحلقة السابقة على مفهوم الهضم وعرفنا أنه من خلال الهضم يتم التعامل مع الطعام للحصول على المادة الغذائية والمواد الغذائية التي يستمدها الجسم من الطعام هي عبارة عن الكربوهيدرات والبروتينات والدهون وهناك أيضا البيتامينات والأملاح المعدنية كما من خلال الدرس السابق تعرفنا على أن الهضم يتم من خلال الهضم الآلي أو الميكانيكي والهضم الكيميائي وعملية الامتصاص عزيز الطالب أين يحدث أو أين تحدث عمليات الهضم؟ وما هي أعضاء الجهاز الهضمي؟ وما دور كل عضو من أعضاء الجهاز الهضمي؟ سنجيب على هذه التساؤلات ولكن بعد الفاصل أرحب بكم مرة أخرى أعزائي طالبات وطالبات الصف 11 وأغرفكم بعنوان حلقة اليوم وهي الجهاز الهضمي للإنسان الآن عزيز الطالب انظر معي إلى هذه الصورة هذه الصورة إبارة عن مادة غذائية وهي الماكرونة ونحن نعلم أن الماكرونة تحتوي على كمية عالية جدا من الكربوهايدرات الآن عزيز الطالب أجب معي على هذا السؤال ماذا لو قررت أن لا تأكل سوى الماكرونة؟ فما هي الكمية التي يجب أن تأكلها يوميا لكي تحصل على سعرات حرارية كافية؟ ماذا لو قررت أن تأكل فقط الماكرونة؟ دعنا نجيب على التساؤل يجب مثلا أن يأكل الشخص الذي يزن 50 كيلوغرام حوالي 0.5 كيلوغرام من الماكرونة يوميا أي حوالي 10 حصص من الماكرونة في اليوم الواحد أما الشخص الذي يزن 61 كيلوغرام فيجب أن يأكل حوالي 0.7 كيلوغرام من الماكرونة يوميا أي حوالي 12 حصة وذلك بدون الصرصة ولكن عزيز الطالب أريد أن أذكرك أن الوجبة الغذائية يجب أن تكون متوازنة ومتكاملة ألا تحتوي فقط على الكربوهايدرات ولكن لابد أن تحتوي على كل من الكربوهايدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمواد المعدنية وبكميات متوازنة الآن بعد أن أجبنا على التساؤل الذي أمامنا دعنا نجيب على هذا السؤال لا يستطيع الجسم أن يستخدم المواد الغذائية في الطعام الذي تناولته سواء كانت الماكرونة إلا بعد أن يتم كيميائيا إلى مركبات صغيرة إلا بعد أن يتم هضمة إذن لا يمكن الجسم الاستفادة من الطعام إلا بعد أن يتم عملية هضمة هضم كيميائي كما هو مكتوب في العبارة أمامك وأعني بالهضم الكيميائي أي أن تتحول طبيعة المادة إلى مادة أخرى أبسط منها وذلك بوجود محفزات بيولوجية داخل جسمك هذه المحفزات تعرف باسم الأنزيمات الآن لنتعرف على مفهوم الهضم ما المقصود بالهضم؟ الهضم هي عبارة عن عملية يتم بواسطها تفتيت الطعام وتحويلها إلى مواد غذائية يمكن الاستفادة منها إذن هي عملية من خلالها نفتت الطعام ونحولها إلى مواد غذائية يمكن الاستفادة منها حتى تتم عملية الهضم أين تحدث؟ الصورة أمامك تمثل الجهاز الهضم للإنسان بأعضائه المختلفة إذن هذه هي إجابة السؤال يحدث الهضم عند الإنسان داخل أعضاء القناة الهضمية وما هي أعضاء القناة الهضمية عزيز الطالب؟ لاحظ مع الصورة تبدأ بالفم ثم البلعوم والمريء ثم المعدة ومن المعدة إلى الأمعاء الدقيقة ومنها إلى الأمعاء الغريضة إذن هناك أعضاء وهناك أيضا أعضاء خارج الجهاز الهضمي تساعد في هذه العملية ما هي هذه الأعضاء؟ سنتعرف عليها بعد إتمام شرحي لهذه الحلقة مرة أخرى مما تتكون القناة الهضمية من خلال صورة أمامك عزيز الطالب من الفم والبلعوم والمريء والمعدة والأمعاء الدقيقة ثم الأمعاء الغريضة تحدث أنشطة الجهاز الهضمي داخل القناة الهضمية وهي عبارة عن الهضم الآلي والهضم الكيميائي وعملية الامتصاص جميعها تحدث داخل كل عضو من أعضاء الجهاز الهضمي الآن بدأنا من فتحة الفم داخل الفم تبدأ عملية الهضم وتبدأ بالهضم الآلي من خلال مضغ الطعام كيف تمضغ طعامك عزيز الطالب؟ وما الذي يساعدك في عملية مضغ الطعام من خلال صورة أمامك؟ أحسنت من خلال الأسنان ووجود اللسان هذا يساعد في عملية مضغ الطعام كما أنه يوجد في الفم اللعاب إذن الأسنان واللعاب الذي يفرز من خلال غلد اللعابية كل هذا يحفز عملية الهضم داخل الفم الصورة أمامك تمثل أماكن تواجدة غلد اللعابية عند الإنسان الغلد اللعابية مهمة بإفراز اللعاب ما المقصود باللعاب عزيز الطالب؟ ما هي حالة اللعاب؟ توجد بالحالة السائلة إذن أهم مكونات اللعاب عبارة عن ماء نتعرف على اللعاب اللعاب هو محلول مائي يتكون من الماء بنسبة 99% أملاح ذائبة بايكربونات الصوديوم مادة مخاطية لزجة أنزيم الأميليز أنزيم مضاد للجراثيم يسمى لايزوزايم إذن جميع هذه المكونات تساعد أملية الهضم داخل الفم بفضل وجود اللعاب داخل الفم ما أهمية كل من؟ اللعاب أولا يرطب الطعام الممضوغ من خلال وجود لأنه بالحالة السائلة وهذا الترطيب يحول الطعام إلى بلعة غذائية على شكل كرة ما أهمية أن تحول الطعام إلى بلعة غذائية؟ فكر ما يا عزيز الطالب هي عبارة عن قناة هضمية ممتدة هذه البلعة الغذائية سهل أنها تمر من عضو إلى عضو داخل القناة الهضمية أيضا وجود أنزيم الليزوزايم يقتل الجراثيم الموجودة في الطعام وبالتالي عزيز الطالب لا بد لك أن تعطي مجال للطعام أن يكون داخل الفم حتى تسمح لهذا الأنزيم بغسل الطعام وذلك من خلال قتل الجراثيم الموجودة فيه أما أنزيم الأمايليز فهو يحفز التحلل بالماء للنشأ ويحوله إلى سكر ثنائي سكر المالتوز إذن داخل الفم بدأ أول أمليات الهضم الكيميائي وهو عملية هضم الكربوهايدرات وتحويل النشأ إلى سكر ثنائي مثل سكر المالتوز الصورة أمامك تمثل بعد أن تتحول المادة الغذائية إلى كرة أو بلعة يقوم اللسان وهي باللون الأزرق كما واضح بالصورة بدفع البلعة إلى الخلف ثم تبتلأ المادة الغذائية بعد أن تبتلأ المادة الغذائية تذهب إلى المنطقة التي تليها وهي منطقة البلعوم والمرئ في منطقة البلعوم كما هي واضحة بالصورة أمامك توجد هناك شريحة نسيجية صغيرة تعرف باسم لسان المزمار لاحظ معي عزيز الطالب مكان وجود لسان المزمار لسان المزمار يوجد على مدخل الحنجرة حيث يقوم بتقطية الحنجرة مانعا الطعام بالدخول إلى القناة التنفسية ومعطية الطعام فرصة أن يذهب إلى المرئ إذن أهمية لسان المزمار تغلق فتحة الحنجرة الممر التنفسي مما يضمن دخول الطعام إلى المرئ وهي أنبوبة عضلية طويلة إذن المرئ إبارة عن أنبوبة عضلية طويلة تأخذ الطعام بعد إتمام عملية مضغه في الفم الآن لنذهب إلى ثاني منطقة وهي منطقة المرئ إلى أين تذهب البلع بعد المرئ من خلال الصورة أمامك بعد أن تمر البلع داخل المرئ أين تذهب؟ تذهب إلى أحسنت ما هو هذا العضو؟ هو عبارة عن المعدة تذهب المعدة من خلال الحركة الدودية للمرئ إذن هناك حركة دودية تحدث بالمرئ لماذا المرئ يستطيع القيام بهذه الحركة؟ ما هو التركيب التشريحي للمرئ؟ هو عبارة عن نسيج عضلي ونوع العضلات الموجودة في المرئ هي عبارة عن عضلات ملساة تنقبض هذه العضلات حتى تساعد بإحداث مجموعة من الانقباضات تساعد في إتمام مرور البلع الغذائية داخل المرئ الحركة الدودية عبارة عن موجة من الانقباضات العضلية المتعاقبة للعضلات الملساة الموجودة في جدار المرئ وهناك عضلة حلقية عند قاعدة المرئ تعمل كصمام تصل المرئ بالمعدة هذا الصمام ينفتح عندما ترتخي هذه العضلة إذا متى تفتح هذه العضلة الحلقية أو الصمام عندما ترتخي عضلة الصمام تنفتح سامحة للبلع الغذائية للدخول إلى العضو الذي يليه من القناة الهضمية وهو عبارة عن المعدة الآن بعد أن أتممنا عملية الهضم وشرحنا ماذا يحدث في الفم ومن ثم انتقالها إلى البلعوم ومن البلعوم إلى المرئ من خلال الحركة الدودية سنصل إلى المعدة كما هو واضح بالصورة عرف المعدة عزيز الطالب أوصف شكل المعدة ما المقصود بالمعدة؟ عبارة عن كيس عضلي سميك هي سميكة لأنها تحتوي على طبقات من العضلات الملساء كما هو واضح بالشكل قد تكون طولية ودائرية أو مستعرضة هذه العضلات قابلة للتمدد وتحدث فيها عملتي الهضم الآلي والهضم الكيميائي إذن ما أنواع الهضم في المعدة نوعين من أنواع الهضم الهضم الكيميائي والهضم الآلي الآن عزيز الطالب لتعرف على الأمليات الكيميائية والآلية التي تحدث داخل المعدة تابع معي عزيز الطالب داخل المعدة يبدأ الهضم الآلي والهضم الكيميائي الهضم الآلي الذي يساعد في إتمامه هو تركيب المعدة حيث أنه عبارة عن كيس عضلي فماذا يحدث؟ تنقبض جدران المعدة بقوة فيختلط الطعام مع بعضه البعض يختلط معه يبدأ الهضم الكيميائي في الهضم الكيميائي يتم إفراز حمض يعرف باسم حمض الهيدروكلوريك حمض الهيدروكلوريك يقوم بتنشيط البيبسينوجين وتحويله إلى بيبسين البيبسينوجين هو عبارة عن الأنزيم الغير النشط لإتمام عملية الهضم يتحول إلى البيبسين إذن اقرأ معي الإبارة عزيز الطالب يبدأ الهضم الكيميائي عندما تفرز غلدها حمض الهيدروكلوريك ومولد البيبسين مولد البيبسين هو البيبسينوجين وهو الشكل غير النشط للبيبسين بعد ذلك داخل المعدة أجب معي على هذا السؤال علل لا تفرز غلد المعدة أنزيم البيبسين الذي يهضم البروتينات بشكله النشط بل بشكله غير النشط لماذا عزيز الطالب؟ لأن أنزيم البيبسين أنزيم نشط جدا حتى تضمن المعدة حماية نفسها وأن لا تهضم نفسها فهي تفرز سبحان الله بصورة غير نشطة مجرد دخول البلع الغذائية وتحفيز الهيدروكلوري حمض الهيدروكلوريك يتحول البيبسينوجين إلى البيبسين لتفاضي الهضم الذاتي لخلايا المعدة بواسطة البيبسين إذن المعدة تحمي نفسها من خلال وجود البيبسين بصورة غير نشطة تعرف باسم البيبسينوجين داخل المعدة عندما يصبح الطعام في المعدة تفرز غلد المعدة حمض الهيدروكلوريك الذي يحول البيبسينوجين إلى بيبسين ما أهمية البيبسين؟ البيبسين يقوم في إتمام عملية هضم البروتينات ويحولها إلى بيبتي داتس أيضا هناك يتم إفراز المادة المخاطية ما أهمية المادة المخاطية؟ المادة المخاطية داخل القناة الهضمية مهمة جدا حيث أنها تساعد في تقطية الغناة الهضمية وتساعد على إتمام انزلاق البلع الغذائية ولاحظ معي عزيز الطالب أن الجهاز الهضمي عبارة عن قناة يتتحرك فيها البلع الغذائية مع الجاذبية الأرضية بوجود مادة مخاطية تتمم عملية هذه الحركة بسهولة فالإجابة تجعل المادة المخاطية القناة الهضمية زلقة لتسهيل مرور الطعام فيها كما تغطي المعدة لتحميها من تأثير العصارات الهضمية وخصوصا البيبسيل لأنه يعمل في أس هيدروجيني حمضي فبالتالي وجود هذه المادة المخاطية تحمي جدران المعدة من الداخل داخل المعدة أيضا بعد ثلاثة ساعات من وجود الطعام في المعدة يتحول إلى عجينة لينة هذه العجينة تعرف باسم الكايموس إذا تتحول البلع الغذائية من مسمى بلع غذائية إلى كايموس داخل المعدة أين يذهب أو مما تتكون الكايموس؟ فكر معي بماذا اختلطت البلع الغذائية؟ اختلطت البلع الغذائيةülme مع حمض الهيدوكلوريك والبروتينات المهضومة جزئيا والسكريات والدهون غير المهضومة إذن الكايموس عبارة عن بروتينات مهضومة جزئيا وسكريات ودهون غير مهضومة بوجود حمض الهيدوكلوريك يفتح الصمام عند الطرف الآخر للمعدة ليسمح بمرور كميات صغيرة من الكايموس إلى الأمعاء الدقيقة إذن بعد تكون الكايموس تذهب إلى آخر المعدة إلى الصمام يفصل المعدة مع الجزء الآخر من القناة الهضمية وهي الأمعاء الدقيقة مجرد انتقال الكايموس إلى هذا الصمام يسمح ببرور كميات قليلة إلى القناة الهضمية يتليها وهي الأمعاء الدقيقة الآن عزيز الطالب سنتعرف على الأمعاء الدقيقة الأمعاء الدقيقة عزيز الطالب تستكمل هضم كل من السكريات والبروتينات والأمعاء الدقيقة تتكون من ثلاثة أجزاء أساسية الجزء الأول يعرف بالإثنى عشر ثم الصائم ثم اللفائفي إذن الأمعاء الدقيقة تتكون من الإثنى عشر وداخل الإثنى عشر هو الجزء الأول من الأمعاء وتهضم بها الدهون أما في الصائم واللفائفي تتم ثالث أنشطة الجهاز الهضمي وهي عملية الامتصاص إذن عزيز الطالب في الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة في الإثنى عشر يتم هضم الدهون وهذا الجزء قصير جدا بالنسبة لطول الأمعاء الدقيقة حيث أن الأمعاء الدقيقة تمتاز بطول سبعة أمتار بعد الإثنى عشر تبدأ ينتقل الطعام المهضوم إلى الصائم اللفائفي لتبدأ عملية الامتصاص عندك اعتقاد عزيز الطالب دائما أن الإثنى عشر هو أكثر أهمية من الصائم واللفائفي ولكن الإثنى عشر يقوم بدور حيوي في هضم الدهون وداخل اللفائفي والصائم تتم ثالث الانشطة وهي عملية الامتصاص حتى تضمن انتقال المادة الغذائية المهضومة إلى داخل جسم الإنسان نقلها إلى الخلايا الآن عزيز الطالب تابع معي الصورة التي أمامك ولتوضح التركيب التشريحي للأمعاء الدقيقة والتي من خلالها تستطيع الأمعاء القيام بعمية الامتصاص هي عبارة عن قناة تحتوي أو جدارة تتكون من خملات معوية إصبعية الشكل هذه الخملات المعوية إصبعية الشكل تحتوي على خلايا ماصة الصورة الصغيرة عندما قمنا بتكبيرها للخلايا الماصة هي عبارة عن خميلات الخملات المعوية والخلايا الماصة وجدت بهذه الطريقة لضمان امتصاص أكبر وكفاءة امتصاص أكبر لماذا عزيز الطالب؟ وجود الخملات المعوية بصورة أصابع تزيد من سطح الامتصاص وبالتالي تزداد المساحة عندي وبالتالي تزداد كفاءة الامعاء الدقيقة في عملية الامتصاص لاحظ عزيز الطالب أن داخل كل خملة معوية هناك أوعية دموية باللون الأحمر وباللون الأزرق التي باللون الأحمر هي الشرايين ثم باللون الأزرق الأوردة وبينهما هناك وعاء لمفي باللون الأصفر أو يعرف باسم الوعاء اللبني الآن عزيز الطالب سنتعرف على تركيب الأمعاء الدقيقة بشيء من التفصيل من خلال تتبعك معي العبارات التي أمامك خصائص الأمعاء الدقيقة طولها حوالي 7 أمتار لزيارة مساحة سطح الامتصاص قطرها حوالي 2.5 سنتي يحتوي الجدار الداخلي لها على عدة طيات مغطات بملايين البورزات المجهرية إصبعية الشكل تسمى بالخملات المعوية هذه الطيات أو الخملات تزيد من مساحة السطح الداخلي فتزيد من كفاءة الامتصاص في الأمعاء الدقيقة في الأمعاء الدقيقة تمتصر خملات المواد الغذائية بعد هضمها بعد أن يتم عمية الامتصاص تذهب هذه المادة الغذائية داخل الأوعية الدموية الموجودة داخل هذه الأصابع ويتتوزع بالطريقة التالية الشعارات الدموية من شرايين وردة تمتص السكريات والأحماض الامينية أما الأوعية اللبنية تمتص الأحماض الدهنية بالنسبة للشعارات الدموية تأخذ السكريات والأحماض الامينية ثم تصبها في وعاء دموي ومنها للجهاز الدوري ولكن الأوعية اللبنية تأخذ الأحماض الدهنية في وعاء لنفي كبير ثم للجهاز الدوري إذن الدهون تذهب إلى اللنف ومن اللنف تذهب إلى الجهاز الدوري بينما كل من السكريات والأحماض الامينية تذهب مباشرة من خلال الأوعية الدموية إلى الجهاز الدوري المواد غير المهضومة تمر خلال صمام في نهاية الأمعاء الدقيقة ومنها للأمعاء الغريضة لاحظ معي عزيز الطالب أن نهاية كل قناة هضمية وعضو هناك صمام يفتح بتناسق هذا التناسق يسمح بمرور المادة الغذائية سواء كانت بلعة غذائية أو كانت كايمس أو كانت مادة غير مهضومة والآن نتهينا من الأمعاء الدقيقة لنذهب ونتم عملية الهضم داخل الأمعاء الغريضة هذا هو شكل الأمعاء الغريضة عزيز الطالب لاحظ مساحة مقطعها أكبر ولكن طولها أصغر من الأمعاء الدقيقة تبدأ بالقولون الصاعد ثم القولون المستعرض ثم القولون النازل إلى المستقيم هي الأمعاء الغريضة خصائصها طولها حوالي واحد ونص متر قطرها حوالي ستة سانتي تمتصل معاء الغريضة الماء والفيتامينات الذائبة الماء والفيتامينات الذائبة في الماء من المواد غير المهضومة حيث يعاد توزيء الماء لباقي أجزاء الجسم ويتم استفادة من الفيتامينات من المواد غير مهضومة وتبقى الفضلات الصلبة ويتتحرك هذه الفضلات للمستقيم ليطرد من خلال فتحة الشرج وتنتهي بعد ذلك عملية هضم المادة الغذائية هذه بالنسبة إلى الأعضاء الهضمية الملحقة للجهاز الهضمي ولها دور أساسي في عملية الهضم لاحظ معي صورتي أمامك هي عبارة عن الكبد الحويصرة الصفراوية أو المرارة القناة الصفراوية البنكرياس والقناة البنكرياسية وكلها تصب في فتحة القناة الصفراوية وبنكرياسية في الأمعاء الدقيقة أو في الاثنى عشر نتعرف على الأعضاء الهضمية الملحقة الرغم من عدم مرور الطعام بها وهي الكبد والحويصرة الصفراء إلا أنها تؤدي دور مهم في عملية الهضم دورها من خلال إفراز عصارات هضمية تصب في القناة الهضمية بواسطة قنوات إذن تقوم بإفراز عصارات هاضمة تساعد في إتمام عملية الهضم الآن أولا الكبد هو أكبر أعضاء الجسم من حيث الحجم وينتج العصارة الصفراء أو عصارة هضمية يعتبر الكبد المصنع الكيميائي الرئيسي في الجسم ألا لذلك عزيز الطالب سنتعرف على الإجابة لأنه يقوم بأكثر من خمسمية وظيفة في الجسم سبحان الله إذن الكبد مهم جدا داخل جسم الإنسان ما هي وظائف الكبد؟ من وظائفه؟ يحول المواد الغذائية السكريات والدهون والبروتينات إلى مواد يحتاجها الجسم يخزن المواد الغذائية كالجلوكوز في صورة الجلايكوجين يخزن الحديد والبيتامينات تذوف الدهون ومن أهم وظائف الكبد إزارة السمية حيث يقوم بتكسير الكحول والأدوية والمركبات الكيميائية السامة داخل الجسم بالنسبة للحويصرة الصفراوية أو المرارة عبارة عن عضو كيسي الشكل المتصل بالكبد وظيفة الحويصرة الصفراوية تركيز العصارة الصفراء المفرزة من الكبد وتخزينها هذه العصارة الصفراء عبارة عن سائل أخضر مصفر يحتوي على الكوليسترول وأصباغ الصفراء وأملاح الصفراء وبعض المركبات الأخرى سنتعرف الآن على وظيفة الصفراء استحلاب الدهون أي تفكيك الدهون إلى أحماض دهنية وكوليسترول لجعل هضمها أسهل بمساعدة أنزيم اللايبيز كذلك الصفراء توضيف وسطا كيميائيا قلويا للأمعاء ما أهمية أنها توضيف وسطا قلويا للأمعاء لأن الكايموس نازل من المعدة من وسط حمضي وجوده في الأمعاء يضيف وسط قلويا فيساعد في عملية إتمام الهضم ثانيا البنكرياس عبارة عن غدة تفرز العصارة البنكرياسية في بداية الأماء الدقيقة أو الاثنى عشر العصارة البنكرياسية السائل يتكوى من خريط من الأنزيمات الهضمية وبيكربونات الصوديوم تفرز بعض خلايا البنكرياس هرمونات إلى مجرى الدم وهذا الهرمون هو هرمون الإنسولين إذن البنكرياس مهم جدا في إفراز هرمون الإنسولين الذي يعادل مستوى السكر في الدم عزيز الطالب الجدول الذي أمامك يمثل أهم الأنزيمات الهضمية وهضمها للمواد الغذائية وتحويلها إلى مواد غذائية بسيطة وبحيث أنه مقسم إلى الموقع الفم والمعدة والأمعاء الدقيقة الغدة تقوم بإفرازها الحمضية اسم الأنزيم ودور الأنزيم في عملية الهضم عزيز الطالب هذا الجدول مهم جدا أن تدرسه والتعرف على جميع الأنزيمات حتى تستطيع التعرف على هذه المحفزات البيوروجية ودوره في إتمام عملية الهضم الكيميائي الآن عزيز الطالب أجب عن الأسئلة التالية أذكر أسماء الأعضاء المختلفة للجهاز الهضمي لدى الإنسان وصف دورها أولا الفم حيث يبدأ بالهضم بالمضغ والهضم الميكانيكي ويبدأ فيه الهضم الكيميائي البلعوم والمريء يحركان الطعام وصولا إلى المعدة حيث يستمر الهضم الميكانيكي والكيميائي الأمعاء الدقيقة يستكم الهضم البروتينات والسكريات وتهضم فيه الدهون الأمعاء الغريضة طرد الفضلات الصلبة خارج الجسم السؤال الذي يليه كيف سيؤثر وقوفك على يديك بعد فترة قصيرة من تناولك إحدى الوجبات على عملية الهضم الإبتلاع قد يكون أكثر صعوبة ولكن التحوي أو الحركة الدودية ستستمر ليساعد في هضم الطعام في الأجزاء المنتارية من القناة الهضمية السؤال يمكن أن يحدث عسر هضم عندما تصبح محتويات المعدة حمضية جداً ولعلاج عسر الهضم يمكن تناول صود الخبيز بيكربونات الصودية مذاباً في الماء فسر ذلك تكون صود الخبيز في الماء محلوناً قاعدياً يعادل الأس الهيدروجيني المنخفض للحمض المعدة إلى هنا عزيز الطالب توصلنا لنهاية الدرس اليوم وتعرفنا على مكونات الجهاز الهضمي ودور كل عضو من أعضاء الجهاز الهضمي في إتمام الأنشطة الثلاثة لعملية الهضم وهي الهضم الآلي والهضم الكيميائي والهضم وعملية الامتصاص ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر